أهلا بكم معنا مشاهدينا وصباح الخير على الكل بيشوفونا في كل مكان وزي ما بنقول الكرآن الكريم هو يعني الكتالوج بتاعنا في الحياة الكرآن الكريم وآيات الكرآن الكريم الحقيقة لو قدرنا نحن نتمسك بها بقدر الإمكان الحقيقة هتبقى حياتنا حياة جميلة جدا جدا نسمع آيات من الكرآن الكريم ودي خير بداية مع اللقاء مع دكتور محمد لمنوم الدعية والباحث في علوم الكرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاب بأذخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلي من لدك سلطان النصير وقل جاء الحق وجاء قلب باطل إن الباطل كان زوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم صدق الله العظيم ربنا يبرك لحضرتك دكتور محمد لمنوم الدعية والباحث في علوم الكرآن دكتور محمد يعني سبحان الله فعلا الكرآن الكريم فيه شفاء فيه شفاء وأعتقد أن شفاء القلوب هو يعني يعني أعمق وله تأثير على البناء آدم يعني على الإنسان أكتر من شفاء الأبدان فنتكلم عن الكرآن الكريم والجانب اللي هو مرتبط بالقلوب والأرواح وبعد كده هي بتأثر على الأفكار والعقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أعلى وصحبه أشرف المرسلين طبعا القرآن فيه شفاء لكل شيء والرساعة السلام قال تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة فإحنا كمسلمين لو تمسكنا بكتاب الله وسنة الرسول مش هنضل أبدا دي حاجة الحاجة الثانية إن ربنا سبحانه وغير فأقول ألك إنما لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور صحيح فالعامة عمل قلب مش عمل النظر صحيح اللي هي البصيرة كده زي من قول البصيرة بالظل صحيح وبعدين يعني النفس في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قسمها لعدة أقصار هي طبعا النفس هي الروح وربنا في القرآن ألم تسئلش عن الروح ويسئلنك عن الروح كل هي من أمر ربي وما أتيت من ألم إلا قليلة مهما نوصل للعلم بعلم ربنا سبحانه وتعالى لم نصل إلى جزء نقطة بحر صحيح ففينا ما أقولك مثلا نفس الأمر بالسوء طبعا في سورة يوسف أمرات العزيز قالت وما أورق نفسي إن النفس لأمرت بالسوء بنؤمن النفس أمر بالسوء طبعا النفس الأمر بالسوء يعني نفسي مش متدينة مش ملتزمة بالقرآن مش ملتزمة بالسوء مش بهاواها مش بهاواها تمام في مثلا النفس اللوامة دي كويس لما بتعمل أي خطيئة بيلوم نفسه ويرجع يحاول يصلح ويقصب النفس اللوامة صحيح قد تبعد حدثتك في مثلا النفس المطمئنة المطمئنة بقى الدرجة بدأنا نطلع بقى في الدرجات في النفس المطمئنة زي ما قلنا وفي النفس المرضية المرضية أو اللي هي نقول يعني متزكية يعني خلاص وصلت لدرجة التسكية دخل في عبادي ودخل جنتي فالنفسي لها درجات 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 طيب خلينا كده يعني إحنا النهاردة يعني إحنا في برنامجنا دايما نتكلم عن الأمراض والتغذية والأبدان وإزاي إحنا نعيش بطريقة مظبوطة بقدر الإمكان يعني عشان خاطر يبقى في طاقة عشان نشتغل وعشان نبقى مركزين لينا ولولادنا وغيره لكن فعلا أمراض القلوب ممكن تعمل هزة جدا 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 لحياة الإنسان لو القلب ده يعني زي نقول قلب عليل مش عليل بقى مرض يعني جسماني لا عليل بأمراض أخرى نفسية أو أمراض أخرى نقدر نقول عليها فعلا أنواع ومسميات يعني نقدر نقول مسميات يعني لما نقول مثلا قلب حزين أو قلب حقود بقى نتكلم كمان عن هذه الأمراض قلب عنده ضغينة قلب عنده يعني حقد أمراض خوية جدا جدا ممكن تهز القلب مهما يكون الإنسان عنده خيرات ونعم كتيرة جدا جدا لكن هو قلبه بضيق عليه حياته فهو مش حاسس بأي حاجة وبيحقد على الآخرين وبيحقد على الآخرين ولا يرى نعمه مستوى ستكر بالوقت النفس الضعيفة اللي بزر منها الغيرة والحقد والقراهية دي بتنقلب بعد كده إلى حسد والحسد بكر في القرآن عدة أجزاء في القرآن عدة آيات وذكر في السنة يعني مثلا طب خليني أسأل حديث سؤال ما عليش بقى إيه خلينا ناخد الموضوع بقى إيه وناخده بتفاصيله كده يا دكتور محمد الغيرة خلينا نبتدي بالغيرة عشان نفهم نفسنا ما إحنا برضو ساعات الإنسان لما بيفهم إن هو بشر وعنده يعني أحيانا ممكن يخطأ وأحيانا ممكن هو يعالج الخطأ ده ده بيريح الإنسان وبيخليه فعلا عنده أمل في رحمة ربنا وإحنا مفروض يبقى عندنا أمل في رحمة ربنا طول الوقت خلينا نقول الغيرة مفهوم الغيرة وبرضو نرجع للكرآن والسنة هي الغيرة والحقد والحسد كله نوع من أنواع يعني الغيرة والحقد ده نوع من أنواع الحسد فلو أصلا إنسان غيور ومش متدين وشعيف ربنا وينقلب الموضوع إلى حسد فإحنا عزنا نعرف الحسد نعرف العين ونجيب الآيات القرآنية اللي دل على الكلام ده والعين صحيح والعين يعني رشاة أصرأ مالك إن العين تدخل رجل القبر وتدخل الجمل القدر يعني يعني ممكن الرجل يدرب عين يموت فيها وممكن الجمل يدرب عين يدبها فالقرآن بقول لك يبقى في الآيات السلطة البقرة مثلا ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد يمعنكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم ها مشكورة واضحة جدا هاي تمام وفي سلطة النساء بل يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله وإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعزك يزلقونك يعني يبصوا لك يحسدوك ومن شرحات إذا حسد صحيح طبعا وطبعا نحن شفنا أخوات سيدنا يوسف طبعا عملوا إيه مع سيدنا يوسف وأخوه بن يمين اللي هم الشقخة وغاروا طبع منهم عسلهم مقربين إلى أبوهم وقالوا أن أبوهم يعني بيعزهم أكثر مننا فقراروا يقتلوه أو يرموه في جابة الجبه وكسة تبعا يعني ممكن يخلي الإنسان يوصل بالإنسان أنه هو يعمل أفعال مشينة جدا جدا وإحنا فعلا وسيدنا يوسف وللرسوء ولأخوه سبحان الله ولأخوه وقابل وهبيل صحيح وقاتل أخوه برضو بسبب الغيرة والحق صحيح ودي مسكورة في صوت المائدة طيب هنا بقى فيه الحسد والعين رسول الله السلام قال لك لو قلت أن شيء يسبق القدر لو قلت أن العين تسبق القدر طب إيه الفرق بين الحسد والعين إيه الفرق الحسد بتبقى شخص قصد يحسد حضرتك طبعا الإنسان يتحسد على جماله يتحسد على ماله يتحسد على أولاده يتحسد حتى على رجائب سيارة جديدة يتحسد مثلا لو عنده بتحله فلسف كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا قال لك لو لأن دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله فالفرق بين الحسد العين إيه إن الحسد ده قصد يحسدك قصد زوال النعمة منك واجيله هو أو ما تجلوش حتى المهمة يشوفك فقير وخلاص بتبقى النية هنا كده النية إنه هو مستكتر عليك أي نعمة هو من وجهة نظره وعايزها تزول ده الحسد حتى هو مشجله بس تزوله خلاص تزوله خلاص يعني كره في البناء آدم يعني قصد قصد ده الفرق بين الحسد والعين العين بقى ممكن يكون إنسان أصلا عينه وحشة هو بعيد عن ربنا ما بيصليش ما عرفش ربنا اللي هو يتقال عليه عينه مدورة عينه مدورة عينه مدورة عينه مدورة ده بتبقى يعني بتبقى هو مش أصل يحسدك بس هو عينه وحشة زي بقى يعني 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 بيشوف حاجة حلوة لأنه ربنا سبحانه وتعالى ومش متقق الله يعني بيعرش قرآن ما بيصليش ما بيحصنش نفسه ما بيحصنش نفسه زيك في قصة مشورة رسولة السلام على أفضل السلام طبعا رسولة السلام ما ينتقى عن هو إن هو إلى واحد يوحى طبعا فكان قاعد سبيلت السيدة فاطمة والحسن والحسين صوارين لسه في اللفة فكان عارف أن فيه واحدة عينها وحشة يتخش عليهم وهو قاعد مع فشال اللفتين شال الحسن والحسين وحط ما كانهم حجرة فقال لك العين فلقيت الحجر لأنه وما فتح اللفة فلقيت الحجر مفلوق نصين على أعتبار أن هي الست لما دخلت اعتقدت أن ده الحسن والحسين فمن هنا جات جلمة العين ما ليش شعر بسم الله ما شاء الله لما دردت العين فلقيت الحجر سبحان الله فالعين حق والرسول السلام عليك العين حق ولقلت أن شيء يزبك القدر لقلت أن العين يزبك القدر طيب هنا ما عليش خديني نأخذ القصة بتاعت رسول عليه أفضل الصلاة والسلام وده الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يعني بالزبط ومع ذلك هو يعني أنا مش عايزة أقول برضو الكلمة بس يعني هرجحها لحضرتك هو زي يعني أخف حاجة خوفاً من عين عشان هو عارف إن السيدة دي أخف حاجة يعني هو كنت هسأل حديث طب إحنا زي نحصن نفسنا من العين يعني هنا الرسول أخف الحسن والحسين وحط بدلهم حاجة تانية ده الرسول عليه أفضل الصلاة وسنوة وإحنا نعمل إيه بقى؟ نلتزم بس بصلاتنا نلتزم بالتسبب إحنا هيكون مثلاً عندنا آيات معينة نقولها في يعني مثلاً قبل النوم نقولها الصبح يعني مثلاً للوحد أرى الفتحة مثلاً ثلاث مرات آية الكرس ثلاث مرات آخر البقرة ثلاث مرات الإخلاص والموازتين وغسطين الموازتين بالذات لهم يعني أثر جامل جداً وقال دعاء مثلاً بسم الله الذي لا يدر مع اسم الشيخ في أرضها بالسماء والسلام عليهم أعوذوا بكلمات الله التعمات من شر ما خلق ومن شر كل الشيطان وهمة ومن شر كل عين لهمة فالله خير وحافظاً وأرحم الرحمين طيب إحنا طبعاً هنرجع تاني ونقول الكلام ده ليه بس أنا بقوله حديث كده؟ هو طبعاً يعني يقال إن رسول عليه أفضل الصلاة والسلام أي يعني أي موقف من المواقف من السيرة أو من حياته بيبقى علشان إحنا كمسلمين فيما بعد نتعلم وننشع على هذا النهج يعني هو ربنا قاد أنه هو يحفظه ويحفظ الحسن والحسن طبعاً بس هي بتبقى النقطة أنه هي دروس لنا إحنا أو نبرز في حياتنا عشان نتصرف إزاي أنا عايز أقول لحضرتك إنه الكلام ده أغلبنا عارفه اللي هو المعوزتين وأسكار الصباح والمساء وننهيها بالله حير خافز وهو أرحم الراحمين والصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يعني إحنا حفظين الكلام ده وساعات ننفذه وساعات لا ولكن بقى يعني الوصفة وأنا كنت عايزة في الآخر حضرتك تقول لنا الوصفة اللي إحنا نلتزم بيها إحنا ساعات نعمل الكلام ده بس ما نعملهوش كامل وساعات نعمل الكلام ده أيام وأيام لا فهل الإنسان مفروض أنه هو يبقى حاطط حاجة زي كده في يومه أساسي صباحا ومساءا ويقال طبعا أسكار الصباح والمساء بالزبط نفس الكلام أسكار الصباح والمساء ده لازم الالتزام أي مسلم مفروض على كده والان سورة البقرة كمان سورة البقرة قوية جدا جدا ونقدر على الأقل يحسن بيته تدأي شيطان تدأي عين حدث هيحصل في البيت أو مثلا أي موقف أو تجامع يقولك ولعوا سورة البقرة هل دي بتكفي بتكفي ولا لازم نقراها ب هي تكفي في حادث إيه؟ واحد ما يعرفش يقراها لو لو واحد بيعرف يقراها ما يقراها أفضل يقراها أفضل أو يسمحها مثلا ما يعرفش ولا يسمحها يسمحها بس يبتمعون أو يشغلها في البيت شغلها في البيت يعني ده أقل حاجة أن يشغلها في البيت بس من شغلها في البيت بقى ما يعرفش يرغي بقى وبقرة شغالة لأنه وقت تلاقي مثلا لازم نجي احترام ستلاقيه وشغل القرآن وشغل في حديثه نحترم نحترم فاستمع الله وأنصته فاستمعه ما قالش فاسمعه فاستمعه يعني استمعه يعني الاستماع أكثر مش مجرد اسمعه بس ولو قال فاسمعه كنا قلنا مثلا ممكن نتكلم بكل أشغل لما استمع ده قوة في اللي احنا نسمع بتركيز بتركيز ونصمت طيب نرجع بقى تاني لأمراض القلوب احنا هنا بنتكلم عن يعني اللي بيحسد يعني انا مثلا فرضة هو واي حد مثلا بيتفرج معنا فاحنا دلاشي بنتكلم عن الشخص اللي جاي من الخارج وبيحسد وبنتكلم احنا زي نحصن نفسنا طب الفرض بقى هذا الانسان الحاسد هو بيبقى مدرك ويعني على علم هو بيعمل ايه اللي هو عنده حكاية العين دي هو انت قلتني مش مدرك يا دكتور ما هو تنوى مش مدرك يا أستاذ المنعين اه المفروض يقول زماني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اه ولو لان دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله يعني هو عود لسانه بس لما يجي داخل المكان وعجب يزو حاجة يقول بسم الله ما شاء الله يقول اه لان في الحالة دي او ما شاء الله لا قوة الا بالله لو عنده خاصية العين السيئة بتشتل فورا لانه اعتقد بقى فيه ناس تقولك ايه يعني بيبقى للأسف بيتوصن بكده يعني فيه ناس معروفة صح كده يا دكتور في بعض الناس معروفة يعني زي كده الرسول عليه افضل السلام فيه امرأة جاية فهو عارف دي معروفة وعندها هذه الصفة يعني فشيء صعب جدا يكون انسان عايش في حياة اجتماعية ويبقى معروف بالنقطة فالحالة دي بقى لما حد يخش عليها انا هو مألهاش انا اقولها بسم الله ما شاء الله ولا قوة لا قوة الا بالله اه طيب حلو قوي حلو قوي حلو قوي الانسان الحاسد الحاسد ده حضرتك قلتلي هو مدرك هو قاصد هو مدرك الانسان ده بيبقى قلبه مش قلب ضعيف ومش قلب صافي الانسان ده بيبقى تعبان ولا بيبقى مرتاح ولا بيبقى عيش ازاي والله هو قلب ضعيف اه في جميع الاحوال سواء مرتاح او غير مرتاح وهو يعني حاسد اه انا فهمة انا بتكلم الانسان ده يعني مثلا وعدها عندها عربية طول الوقت تعبان انا بتكلم هذا الانسان طول الوقت صاحبتها عندها عربية بي ام فديجا حزاها عندها شقب وصاحبتها عندها فيلا فتخش فيلا تضربها عين لا انا بتكلم على نقطة هنا يا دكتور علشان ممكن في ناس تبقى يعني عيشة الحياة مش واغدة بالها وهي فعلا طول الوقت بتبص لغيرها ايا كان عن يعني هي ممكن تكون عندها نعم تانية كتير بس هي مش شايفها طول الوقت هي بصة لنعم الاخرين انا عايزة هنا بس اقول يعني ندي نصيحة للناس دي ان هي هتقدر طول عمرها تعبانة هي مش مرتاحة صح ولا لا صح صح انا بقول له حسدك صح صح ماذا اكتركت فيكم وانت مستتم به لن تضلوا بالزبط كتب بالزبط فالمفروض اللي هيحسد ده لو التزم بالقرآن والسنة مش هيحسد لان الحسد مرض وحاجة سيئة جدا لكن انسان يغير او يحسد صعب على ايه حفظ صورة البقرة قبله زكة من امواله يعني يحسده في الخير يحسده في الخير نتبرى نتبرى في الخير والقرب من الله سبحانه وتعالى واحنا معنا بس اتصال هناء صباح الخير طيب واضح انه اتحاول الكلمينه مرة تانية يا هناء هنروح بقى على نقطة تانية دكتور محمد وهي الحقد هو الحقد مختلف عن العين وعن الحسد هو الحقد الحسد يجمع ما بين الحقد والغيرة يعني الحسد اكثرهم الحسد هو الاساس اه اكثرهم يعني زي ما شخص يسألني يقول لي ايه الفرق بين الجن والشيطان اه او العفريت والجن اه ما هو الجن كلمة عامة اه والعفريت منباصق من الجن يعني حتى في القرآن قال عفريته من الجن فالناس فكروا ان الجن حاجة والعفريت حاجة لا العفريت نوع من نوع الجن لكن له قدرات خاصة فهو الحقد والكراهية والكلام ده يعني بس اخت الحسد او العين طيب انا اروح بقى الحاجة تانية وهي يقولك ايه ما هو حصل كذا كذا والله الشيطان بقى هو اللي خلاني اعمل كده اللي هو وسوسة الشيطان ونرجع بقى تصرفاتنا لوسوسة الشيطان وانا يعني غصبا عني عملت هذا العمل اين كان طبعا بيبقى بالتأكيد عمل مش تمام عمل مشين يعني طب الوسوسة لا نوعين فيه الوسوسة القهرة ده لنوعين نوع عضوي وده مثلا واحد نشأ فيه مثلا فيه يعني بيئة معينة فتأثر بيها فابتده يتوسوس زي مثلا واحد مغزى يعني شاف والده والدته في خلافات مع الطول مش مشاكل وكذا فهو يجي عند الجواز يقلق ده بتبقى اسباب نفسية عاشها الانسان بقى في بيئة معينة او كده واحد مثلا يخسر ايده ويقولك لا انا ما غصلتاش واحد يتوقض يقولك لا انا نسيت يخسر ايده ده بيبقى موضوع ده وسواس قهري ده محتاج طب بنفسي بالزبط محتاج طب بنفسي بالزبط في بقى وسواس من الشيطان يعني مثلا آية تقولك فوسوس له الشيطان قال يا ادم يعني بيقوله كل من الشجرة دي من شجرة الخلد وملك لا يبلغ طبعا هو طبعا الشيطان بني وبني الانسان كرة هي من بداية الخليقة طبعا لان رفض يزجد لادم ومشارل وسواس الخناس ففي وسواسة بتبقى وسواس قهري بأسباب طبعا نفسية نفسية بالنقصة دايما يعني ندي نفسنا الأعذار ونقول الشيطان هو السبب ان انا اتصرفت هذا التسارك أستاذ أحمد اهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح أهلا وسهلا أهلا وسهلا والله يا فندم انا دكتور محمد لبلوم يعني شفت بالصدفة على القناة وأنا اعلم ربنا ان انا حاجة توصل معا من زمان يعني ما سدقت ان انا شفت والله موجود على القناة تفضل لو ليك سؤال اهلا والله زكا دكتور اول حاجة انا وسهلا بحضرتك اهلا يا دكتور والله انا عندي مشكلة ان انا لما بسمع القرآن بحسي بتنميل في جسم جدا ومبحبش اسمع القرآن يعني كتير تساهمي اهلا همم فبيحصل عندي تنميل وتحصل عندي ان انا مخنوق كده ومتدايق اه فما مش عارف ايه يا دكتور ايه الحل يعني في الموضوع بس يا استاذ احمد هي احتمال موجود حسد او عين احتمال الله اعلم تمام فهذا سيب رقمك في الكنترول وانا اتابعك واقعد معك واشوف في ايه بالظبط تمام لو في حسد او حاجة اقولك مثلا اعمل كذا ارى كذا كده يعني وطاحت عمرك اصلا طيب برضو احنا يعني بالنسبة الاستاذ احمد ممكن في ناس ممكن تبقى يعني بتعاني معاناة ممكن يعني دخلة في نفس الاطار بتاعت استاذ احمد لو حضرتك ممكن تقولنا نصيحة حاجة كالانسان يعملها نفسه هل ممكن يعمل نفسه حاجة انا قلت لحضرتك اللي هو برضو القراءة الصلاة والمعوزة والمعوزتين والاسكار القراءة سلط البقرة دي مهمة جدا قراءة سلط البقرة اه 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 ما هو يلتزم بالصلاة يعني ما رصاصة وزي ما قلت حدك اتركت فيكم انت هشتكتم به لان تضيله ابد ما هو ده نعمل الضلال ان الواحد يسمع قرآنه الدايق هو سبحان الله هو عايز يسمع ده مؤكدا هو بيحاول ان هو يسمع بس بيحصل له هذا الاحساس فربنا يكرم خذلك هنا بقى بناخد عين في قربنا من الله سبحانه وتعالى يعني ممكن حد يحسد حد علشان هذا الانسان ملتزمه ملتزم بالصلاة ده الحسد الحسن اه لا يحصل الانسان الا على ايمانه مثلا انا شايفه الان ده حافظ صفة البقرة مثلا طيب ما نحفظها زيه ده بقى حاجة حلوة بنتبرف في حاجات جميلة في الفرق جميلة الراجل ده بيصلك الوقت بوقته ما نعمل زيه الراجل ده بيقيم الليل بس هنا انت استاذ احمد قلت له انت ممكن تكون محسود هو بقى محسود في حاجة تانية بس بيتأثر لما بيحب يسمع كورويا واكد مش ملتزم لو ملتزم ما كانش يحصل له كده وانا هما اشوف وقت معاه هعرف هتعرف حضرتك طيب نرجع بقى لنقطة ان احنا دايما يعني بس النقطة دي عايزة حديك توضحها لي اكتر ان احنا بنرمي بعض تصارفاتنا ان الشيطان هو اللي دخل وساعات مثلا الناس لما تلاقي الناس مثلا غلطوا الشيطان بس دخل بينكو الكلمة دي ايه معناها وهل هي حقيقة وندي لنفسنا التبريرات ونقاومها ازاي الله عليك حاجة ودي حاجة مهمة جدا ممكن ما حدش عارفها قويس احنا كل انسان اتولد يا استاذ امنال معاه قريم من الجن كل انسان اتولد معاه قريم من الجن والقارين ده كافر حتى قال لي ربنا ايه لياغويانهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فربنا قال له ايه ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا مين بقى الا من اتبعك من الغوين يعني النهاردة مثلا واحد راح يصير في كازينو ويذكر ويجب هو لو فكر كده الافضل ان يقض في بيته وسط اياله ويقض يمسك المصعف يقرا فيه وما يصرفش مليم ولا من يروح يصير ويدفع فلوس ويغضب الله سبحانه وتعالى تمام تمام مين بقى اللي بيحليله الموضوع ده فهنا بقى الشيطان الشيطان يعني زي بردت الحديث ان كل انسان له قرين كافر دايما وسوس له على الشر تمام الا قرين الرسول والسلام بس قالك علينا الله عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير يعني كل البشر لهم قرين بيتولد مع القرين طبعا لما بيموت بالعزب الله القرين ما بيموتش بيبقى عايش تمام الا القرين الوحيد اللي اسلم قالك فلا يأمرني الا بخير هو قرين الرسول والسلام فالقرين لو لا الانسان ضعيف بيقدر انه يسيطر عليه وجاهز بقى قدامه فبيقدر يسيطر عليه فيهو اسسله بقى كده وبعدين النميمة والغيبة والنميمة عايزين نتكلم في النقطة دي لانه فيه ناس ما بتبقاش مدركة هي بتعمل ايه وهي ممكن تبقى مثلا درجات موضوع النميمة ممكن الناس عادة بتتسلى فيقعدوا يتكلموا عن الناس ممكن الناس بتبقى فعلا يعني بتبقى ليها قراء وحاسنها بتقول رأيها الشخصي ففعلا ده برضو ممكن تحط تحت بند النميمة ففيه ناس ممكن تبقى بتعمل موضوع النميمة دي وهي مش مدركة خطورة هي بتعمل ايه؟ لو هو بقى لو متابع القرآن يعني ربنا بيقولك ايه بقى يا لذين امنوا اكتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم يعني انا جاء واحد قال لي فلان بيتكلم عليك ما يمكن يكون كدام ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغطب بعضكم بعضا ايحبوا احدكم ان يأكل لحمة اخيه يعني مفيش اصعب من كده مفيش تصوير اصعب من كده هو القرآن اصل نزل عشان يعلمنا رحمة العالمين رسول السلام ما هو بص سيدة مناب اللي الرسل السابقين كل واحد نزل بمعجزة اللي بيتمز بقى اهله يعني سيدنا موسى لما ربنا جاب للعصى و لما رماها و طبعا شابها تهتزك عنها جن ولا مدبرا ولا ايه لو عقب جيري و خاف صحيح فلما راح يتحدث فرعون و فرعون ايامه بقى كان السحر منتشر جدا ففرعون استعام بالصحرة والدجالين هتولي بقى كل الصحرة اللي عندكم عشان نشوف الراجل ده تمام تمام و طبعا سيدنا موسى لما رمى العاصر كل واحد كل الرسول بيجي بالمعجزة اللي هي بتبقى في وقت قومي فمعجزة الرسول بتاعنا اول القرآن صحيح كانوا طبعا هم بيتميزوا طبعا انها جلناه القرآن العربية لعلكم تعقلون و كنتم في رأي من ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسرطة بالمثل عجزوا طبعا فمعجزة الاسلام هو القرآن احنا تقريبا وقتنا خلص من حضرتك دكتور محمد فاخر حاجة حابب تقولها في موضوعنا ايه انا كلها سأقول للناس وبقولوا باستمرار في حلقاتي عمي الناس ستتقرب الى الله سبحانه وتعالى وتبعد عن أساس الشياطين وتبعد عن التجسس وتبعد عن الغيبة والنميمة فيعني حتى ربنا سبحانه في القرآن لكم وانت افطان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فخاتلوا التي تبغي حتى التفقى الى عمر الله فربنا امرنا ولتكم منكم امتهم يأمرنا يأمرنا بالمعروف وينهونوا على المنكر ولوكم المفلحون ربنا وصنا ان احنا يكون بيننا حتى الناس كويسة تدخل بين الناس وتصلح بينهم فانا بقول للناس ابدوا عن كل شيء يغضب الله وصلوا ولتزموا ربنا ان شاء الله اتركت فيكم وانت مسكتم بها انا بشكر حديث جدا جدا دكتور محمد لملوم الدعية والباحث في علوم القرآن مشاهدين اخذت حائدنا ودائما يقال كده المؤمن والمسلم كيس فاطن فاحنا نشوف الحاجة اللي تريح قلوبنا ونبتدي يعني نبقى اسكية والتزمنا بالقرآن الكريم وبتعليم ربنا سبحانه وتعالى كلنا بنطمح انه يكون عندنا راحة بال وقلوبنا مرتاحة وما يبقاش فيه امراض قلوب فنلتزم بالتعليم دي بالتأكيد هيبقى فيه نور اكتر ويبقى فيه صحة اكتر قلبية وده اللي بنطمح فيه جميعا بشكركم نتقابله حلقة جديدة الى اللقاء